اهلا بحضراتكم من جديد اول ما بنتخرج بنحاول ان احنا نقدم على شغل واحنا بنقدم على شغل هنعمل CV اروح لمين يعمل لي CV وبيتعامل ازاي ده واكتب فيه ايه المؤهلات المفروضة حطها تناسب الشغلان اللي انا رايح اقدم عليها التطور الكبير اللي بيحصل في سوق العمل ازاي انا لما اقدم في شركة اقدر ان انا بقى كف والHR كده ان شاء الله يرضى عني وياخدني في الشغلان نعرف كل تفاصيل السيرة الذاتية وازاي نكتب CV وازاي نقدم في شركات ازاي كمان لو انا عايز اغير من شغلانا لشغلانا اقيس كفاءاتي واكتب ايه في CV علشان يعني يتم المقابلة واحقق معنا دلوقتي دكتر حسين فرحات استاذ تطوير الموارد البشرية بالجامعة الامريكية اهلا بحضرتك دكتر منورنا اهلا وسهلا يا فاند اهلا وسهلا بحضرتك الاول دلوقتي انا بقيت اسمع انا بقلي كتير مقدمتش في شغل بس بقيت اسمع من الصغيرين اللي بيقدموا في شغل انه مثلا ما بقيناش نحط صورة في CV يعني احنا كنا بنحط صور في CV اخطاء كنا بنعملها مش عارفين انه دي حاجة غلط بقى دلوقتي ده غلط واضح فمبدأين كده ايه الاخطاء اللي ماينفعش نعملها في CV وانا بقدم احنا الاول لازم نتفق هو CVD ليه CVD بتبقى عبارة عن تقديم لقدرات ومواهب الانسان اللي بيبحث عن عمل يبقى الاول بقى يبقى احنا مش عايزين نبص لل CV على ان احنا بنروس حاجات زي ما كنا بنعمل زمان ان احنا بنذكر كل ما تعرفه عنه ونقعد نكتب كل حاجة لأ دلوقتي انا عايز اعرف الاول انا رايح اشتغل ايه في انهي مكان وبالتالي انا بكتب CVD بحيث ان هي تتوائم مع المنتطلبات بتاعة الوظيفة اللي انا عايز اقدم عليها فيبقى احنا نعتبرها كده زي اعرف حالتك الورقة اللي بتتطبق جوه الدوة اللي هي فيها ايه هو الدوة ارشادات هي نفس الطريقة ولها اجزاء الجزء الاولاني معلومات عن طالب الوظيفة اللي هو المتقدم المعلومات دي بتشمل ايه؟ بتشمل الاسم وتشمل رقم التليفون والعنوان البريد الالكتروني بتاعه ايه يعني ما حطش عنوان السكن؟ لا انا حط القاهرة اقول الجيزة لكن ما حطش عنوان السكن لان بيصبح الموضوع بقى بيصبح ان هو ممكن نبقى عرضة ان احنا ما احنا بنودي CVD في حتة احنا مش عارفنا ممكن نكون عرضة لإساءة استخدام العنوان طب بحطش عنوان الشخصي بحطش عنوان الشخصي وحط ايه البريد الالكتروني ورقم التليفون على اساس الوقت يبقى فيه على التليفون فيه واتساب فيه ايميل فيه كل حاجة طيب حاجة من الحاجات المهمة جدا بقى ان الشباب بيقع في غلطة يعني كبيرة جدا بيعتمدوا على الايميل اللي هو بيبقى عامله هو وصحابه اللي هو بلو ايز واللي هي الحاجات سندريلا وسندريلا ومش عارف ايه والحزن الشديد الحاجات الجميلة دي احنا بدا ما هنعمل CV بقى احنا رايحين نشتغل فبما احنا رايحين نشتغل لازم نكتب ايميل ادرس لا يكون فيه الاشياء الغريبة دي يكون فيه الاسم واضح ممكن يكون بناخد الحرف الاولاني من الاسم لو بحط حرف اولاني وبعدين اسم العيلة واعتقد دلوقتي يبقى متاح في الجيميل وفي الياهو يعني الحاجات اللي تبلاش دي كلها اصبح متاح ان حضرتك تعملي الاسم المناسب يبقى ده اول جزء خالص اللي هو كيف نتصل بك اذا وجدنا ان انت ملائم لهذه الوظيفة عظيم طيب انواع CV كنت بتقول على حسب انا رايح اقدم فين حيكون شكل CV شكل CV الكلام ده جديد بردو احنا زمان في ملائم CV واحد نحطه في كل حسب ويطرح ناخده معنا في البيت كمان حتى وإحنا مروحين دلوقتي اصبح الموضوع في اتنين نوعين من CV نوع التقليدي اللي هو اللي هو بنعمل ايه اللي بنكتب فيه كل الحاجات اللي احنا عملناها من الاحدث للأقدم يعني لما بكتبت انا دلوقتي فين وقبل كده كنت فين وكنت فين وكنت فين وكنت فين طب اللي قبلها كانت ايه واللي قبلها كانت ايه ده اللي هو التقليدي اللي احنا بنعمله وده موجود دلوقتي يوجد نوع تاني من CV اللي هو اللي هو بقى بناء على المهارات اللي عندي فابتدي يقول انا بعرف اعمل ايه يعني الهدف ما يبقاش يقول انا تعلمت ايه ولا اشتغلت ايه الهدف يقول انا ايه هي المهارات اللي عندي والمهارات دي هي اللي حتمكنني من اني اخدوا الوظيفة اللي هم بيطلبوني فيها يبقى هم نوعين نرجع للنظام برضو عشان ما صعبش على الشباب في ويب سايت فيها بيسموها بالإنجليزي تيم بليت يعني هو كل اللي عليه أنه هو يخد الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي ويكتبه جوه الويب سايت يروح راجع له على شكل ويرد دوكيومنت يقلبها PDF ويطبعها ويبعتها وما شابه يعني مش محتاج أن حد يساعده فيها لأنها بتكون معمولة قردي الشكل الجديد احنا كنا زمان بنشتغل على عمود واحد يعني CV بنكتب لا دلوقتي أصبح في عمودين زي الجورنان عمود double وعمود single بحيث أن الحاجات اللي فيها داش وفيها كتابات كتير بنحطها في الناحية العريضة والناحية الده فيها نمرة التليفون يكون فيها اسم الوظيفة يعني بتكون حاجات صغيرة طيب لما نيجي نتكلم على CV الكرونجرافي البقى بنعمل فيها ايه؟ أول حاجة خالص بنكتبين المعلومات بتاعتنا نمرة اتنين ما هو الهدف من هذه CV يعني ايه ما هو الهدف يعني أنا بقول أن أنا شاطر في كذا وكذا 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 بس أرجو من الشباب أنت شاطر في الحاجات دي قول أنا شاطر في الحاجات اللي أنت فعلا شاطر فيها بلاش نكذب بلاش نفخم من نفسنا عشان أول حاجة بيعملها اللي بيعمل لي الانترفيو أنه بيبقى جاي بيذاكر دي وبيبحث عن حاجات فلولقى لو لقى أن أنا كذبت كل اللي جاي مش هيكمل وحيخرج وحتى انتهي المقابلة فنكتب الحقيقة طيب عايزة أسأل حضرتك على طريق فحل CV ما هو فيه آلاف من السيرزاتية اللي بتتحط في شركات كتير زي بيتم فحصهم أقول حضرتك بقى يعني فيه شغلة دلوقتي اسمها ريكروتر ريكروتر ده اللي بيعين الموظفين لا هو ده اللي بيجمع بيجمع CV الريكروتر شغلته أنه هو يعمل أرشيف لل CV يعني إيه؟ يعني يبقى المهندسين يحطهم على جنب الدكاترة يروحوا كده عندهم خبرة كتيرة يحطهم في مكان بحيث أنه هو يبقى عنده أرشفة أو بنحط الحاجة وراء بعضيها ازاي؟ فبحيث أنه هو يكون عنده زي منطقة بيقدر يبحث فيها عن اللي هو بيدور عليه بالزبط بطلب من الشباب أنه هو لما يجي بيعمل save للفايل يكتب فيه اسمه والوظيفة أو المهنة اللي هو طالبها ليه ده بيسهل جدا على الريكروتر أنه هو بيبقى بيقول الإسم ده ده جاي يشتغل عندي هنا مهندس ميكانيكا جاي يشتغل عندي مهندس مدني جاي يشتغل عندي دكتور يبقى في الإسم بتاع الدكيومنت هو بيعمل لها save بيكتب الوظيفة اللي هو عوسا نجي بعد كده ندخل بقى على فيه شباب عندهم خبرات وشباب ما عندهش خبرات اللي عنده خبرات بيبدأ بخبراته الوظيفية وبالترتيب الأحدث في الأقدم يبقى هو يشتغل ايه في شركة ايه وكان اسمه الوظيفي ايه يعني مسمى وكمان أربع سطور على الأكتر تشرح يشرح فيهم هو كان بيعمل ايه في الوظيفة دي يبقى نبتدي بالترتيب كده طيب اللي ما عندهش خبرة بيتنزل على المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة التعليم طيب هو ايه الشهادة اللي هو حصل عليها التخصص الدقيق اللي هو عارفه طيب خد الشهادة اللي قبلها امتى خد الشهادة اللي قبلها امتى وبكده يبقى شرح لل اللي حيبص في السيفي قال له أنا مين أنا جاي ليه أنا عملت ايه قبل كده أنا اتعلمت ايه قبل كده وبكده يبقى دي اللي احنا بنسميها في الأول اللي هي المعلومات الأساسية عن المتقدم المعلومات الأساسية عن المتقدم هي السكة اللي لو ما مشيتش كويس ما بيكملش الريكروتر إراية السيفي يعني إيه يعني لو ما كتبتش الحكاية دي بالشكل اللي احنا متعارفين عليه بتعمل إيه أنا عندي ألف فلاقيت واحدة كانوا من الزمان بيقولوا لنا لازم يبقى خطك كويس في الامتحان عشان اللي بيصلح ما يزهقش فنمشي معاه بالطريقة اللي هو بيمشي بيها طيب نعمل إيه بقى بعد كده نبتدي ندخل بعد كده في إيه في إيه هي الخبرات اللي أنا خدتها في خلال وقت وإيه هي المهارات اللي أنا بأتقنها المهارات نوعين نوع اسمه هارد سكيلز إيه هي الهارد سكيلز هي عبارة عن الحاجات اللي بيعملها في الوظيفة بتاعته يعني لو هو دكتور يبقى دكتور إيه وبيعمل إيه تخصصه وحاجات زي كده اللي هي المهنة وفيه كمان الصوفت سكيلز لأن خلاص إحنا ما بقناش بنعين البني أدمين بس على إنه هو خريج لأ ده إحنا بنعينه على إنه هو بني أدم بني أدم بيتخطب مع الناس وبيتكلم معهم وبالتالي لازم يقول لي هو عنده إيه صوفت سكيلز بإيه قدراته على التفاوض قدراته على المناقشة ما هي قدراته في اللغات ما هي قدراته في إنه هو يتعامل مع الناس أنا مش هممني قوي بالذات للشباب إن أنا حشغله مدير أنا مش هممني قوي هو بيعرف يدير ولا ما بيدرش بس هو بيعرف يتعامل مع الناس ولا لأ فدي لازم بيكتبها لي في إيه في الحتة بتاعت إيه هي الخبرات وإيه هي المهارات الخاصة اللي عنده اللي هي الصوفت سكيلز والهارد سكيلز ننزل بعد كده بس إحنا يا دكتور هلبي بيبقى عندنا في الوقت البذري ده من العمر مقياس حقيقي لقدراتنا يعني أنا مش عارف أنا مش تغلتش أصلا قبل كده مش عارف أنا قدر أشتغل مع مجموعة وانجح ولا لا لكن بكتب في السي في أنا أقدر أشتغل في مجموعة وانجح طيب أنا مع حضرتك في السؤال الجميل ده يعني أنا أقول مرة تسئل السؤال الجميل ده فعلا لأنه هو هيئيس منين قدراته يعني هو يعني في الطبيعي الجيل الجديد اللي إحنا بنسميهم الميلينيالز اللي هما اللي هما دلوقتي عندهم اللي هما اتولدوا بعد سنة 2000 بيبقى عندهم قدرات التواصل أعلى بكتير جدا من الجيل اللي قابليهم والجيل اللي قابليهم وهكذا وبالتالي هما عندهم المقدرة على التواصل نمرة اتنين الإكسبوجر بتاعهم على السوشال ميديا ويعني زي الفيسوك أقوى طبعا فبيقدروا إنه هما يستكشفوا من ردود أفعال الناس اللي حواليهم هما شاطرين في إيه ومش شاطرين في إيه إحنا برضو لما بنيجي في الخياسة المهورات أنا عايز بس يعني أشوف هو وعارف إيه وبعدين لما بقعد معاه في الانترفيو ببتدي أخد ودي عشان أقيس هل هو بس بلاش أنا ممتاز في اللغة العربية ممتاز في الإنجليزي ممتاز في الفرنسي بلاش يعني خلونا نبقى وقعيين جاية تكفي على فكرة جاية كويسة جدا أنا ما عنديش مسكلة وتؤدي الغرض يعني ناخد بالنا من حتة برضو تانية مهمة أوي الكلام لازم دخله على حاجة سواء عربي سواء إنجليزي عربي إنجليزي دخله على أي حاجة إنه ما يطلعش فيه خلط لا نحو ولا إملاء ولا حروف ولا حاجة لأن دي برضو بتدي إيحاق للي بيقرأ إنه مهمل فلازم يعني دي تاخد يعني تاخد من اللي بيكتب السي في تاخد وقت أكتر إضافة بقى للسؤال الجميل بتاع حضرتك إحنا ما بندورش على الشباب اللي ما يعرفوش حاجة لازم الولاد ينزلوا يشتغلوا في الجماعيات الأهلية ينزلوا يتطوعوا في الحاجات اللي ببلاش لإنه هي دي الفرصة إنه هو يتعلم المهارات وفي نفس الوقت يبقى قدم خدمة للأخر إحنا لما بنشوف إن أنا تطوعت في العمل التطوعي الفلاني عملت مع الجماعية الفلاني دي لها دلالة إنه ده إنسان يمكن الاعتماد عليه طالما إنه هو يمكن الاعتماد عليه خلينا نقولها كده إنه في الأغلب والأعام هو بيبقى جاي عامل زي القماشة وإحنا بنعمل بيها هنعمل بيه جاكت هنعمل بيه بانطلون هنعمل بيه اللي إحنا عايزين نعمله بي فهو بالتالي فأنا أرى إنه هو بس وريني إنه إنته نزلت وريني إنه إنته بتنزل من بيك وتعمل حاجات وريني إنته ليك نشاطات اجتماعية وريني إذا كان لك هوايات مرة تانية بلاش تفخم أوي في نفسك خليك آه يعني لسه اللي عنده هواية يكتبها في السيدي يكتب طبعا واللي بيعمل عمل مجتمعي زي محضرتك كنت بتقول مشارك في جامعية ما ده مهم جدا بقى هنا إنه يكتبه أصبح إنه إحنا لازم عارف حارتك بالكلمة يعني بتاعة الإعلام نبروزه يعني دي حاجة لازم تبقى واضحة جدا لإنه لإنه دلوقتي دي بقت أحد المعايير إنه هو يمكن الاعتماد عليه لإنه بيبقى فيه دايما تخوف إنه هو الولد بيبقى متخرج من الجامعة ومعندوش لسه الجلد إنه هو يروح الشغل خمسة يام في الأسبوع ويشتغل من ثمان خمسة إلى تسعة ويلتزم ويعمل وبالتالي مين اللي إحنا بنستسهل إنه إحنا نقول هو جرب ونزل وكده إحنا بنلاقي العمل حاجات الأعمال التطوعية أو الأشياء اللي هي خارج نطاق تعليمه إيه كمان يا دكتور يشدك في سي في لو شوفك الجامعات الخاصة وبذات في كليات الهندسة وكليات الطب والصيدلة بيطلب أنه يروح يتدرب تدريب صيفي لمدة 8 أسابيع في خلال فترة طرسته يعني هو بيعد خمس سنين يروح 8 أسابيع يشتغل في حتة يركز أوي 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 يقول لي هو راح فين وفي الوقت ده هو كسب إيه وتعلم إيه وملاحظاته إيه ليه؟ لأن دي النقطة اللي بتحسسنا أنه هو فعلا ما راحش أداء واجب لا هو راحل عشان يتعلم حاجة ويكتسب الخبرات ويكتسب المهارات اللي إحنا بندور عليها دي حاجة في منتهى الأهمية شيء تاني ممكن أن إحنا برضو بندور عليه لو كان حصل على شهادات تقدير أو شهادات مش لازم من المكان العمل من خارج مكان العمل مكتوب فيها اسمه يعمل لنا سكان ويكون السكان على بيسموها روزوليوشن اللي شباب عارفين بقى روزوليوشن وطي عشان ما يبقاش الفايل تقيل عشان أقدر أفتحه بسهولة وما يجهدوش ده كأنه إثبات بيقول أنا عملت الحاجات اللي أنا بقوا عليها أو اللي بيبقى في شغل المنتهالي بيحط رقم تكلموه أو بريد إلكتروني تبعتوله وتسألوه عنه فلان الفلاني كان مديري جدا فلان الفلاني كان مديري أدي إيميله ودي تليفونه لو حبيت ترجع له بس بطلب منهم برضه أنه هو ياخد إذن اللي حيحطه كريفرنس ويقول له أنا هحط حضريتك كريفرنس أحطك ولا لا أحط الإيميل أحط التليفون ولا لا يعني يبقى فيها الاستئذان عشان ما يتفاجئش ولما يجي تليفون يقوله فلان الفلاني تعرفه ممكن يقول له مش عارفه وبالتالي أصبح هتحط في حتة فيها إيه كمان بيتعمل ممكن يبقى معي وممكن يبقى ضدي في السي في من وجهة نظر حضرتك طيب إحنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت في الأول إحنا دلوقتي خلاص بقينا حكاية أن إحنا نحط الصورة بقيت بس ثلثة ناس شايفة إنه لا نحط الصورة في السي في إحنا ما بنقول لهمش لا ولكن دلوقتي أصبح هو ده عشان ما نبقاش عنصريين يعني لا يبقى الموضوع لحكم على ولد ولا بنت ولا شكل ويعني يعني خلفيات وإيه إلا إذا كان في شغلانة المظهر بالنسبة لهم جزء من الشغلانة يبقى إحنا بقى أصبح مهارة بين المهارات خلاص يبقى الشكل أصبح مهارة من المهارات ليبقى أنا لازم أشبت أن هذه المهارة موجودة وبالتالي نقدر نحط الصورة حاجة من الحاجات اللي بيخطئوا فيها الولاد اللي هي استخدام الكليشي اللي هما الكلمتين أنا بيترسوا في كل السبيعات آي وأنا أحب العمل في جماعات أنا بعرفش لا لو سمحت استنى وهدى وحاول إنك تلاقي صياغة صياغة غير أجيد النظر من خارج الصندوق وأنظر لنص الكوباء المليان والحيال المعلومات الحاجات اللي بقت كليشي بتتحط في كل حتة حاجة مهمة قوي لازم الشاب بيعمل لازم يعمل بالمناسبة السيفي ما تزدش عن ورقة وش وظهر إفور وبالذات للشباب يعني ورقتين يعني ورقة وش وظهر كتر الورق بيزهق الناس وما بتقراش بس لازم يتوني فيه برة ما يضع كوفر لاتر إيه كوفر لاتر بقول أنا عناية السيد فلان إذا كنت أعرف له اسم أو وظيفة عناية السيد مدير الموارد البشرية شركة 1 2 3 4 مرفق السيفي بتاعتي أنا فلان الفلاني وأتقدم لوظيفة كذا أو أطمح الحصول على وظيفة كذا واكتب هنا حاجة تخلي اللي بيقرأ يفتح السيفي يفتح السيفي يعني أبين له حاجة هو بيدور عليها لو أنا عايز واحد مثلاً هيشتغل كول سنتر فحاول أكتب في الكلام إن أنا اشتغلت كول سنتر واخدت جائزة أفضل أجنت في مش عارف إيه سنة ما عرفش إيه بحيث إنه يشجعني أكتر على إني أكمل قراءة السيفي الورقة الأولانية دي لا تزيد لا تزيد بأي حال من الأحوال عن اتنين باراجراف يعني الثمان سطور يبقى يبقى كتير جداً لأن كتر الراغي هنا ممكن يخليني أعيد اللي أنا كاتبه تاني والتاني بيصيب المتلقي بالملل يعني ما بيميل ما أنت لسه كتبه في الصفحة الأولانية حتكتبها لي تاني مرة تانية ما سحبش من السيفي ودخل جوه الجواب يعني أنا لو كتبت حاجة في الجواب ما مسحهاش من السيفي لأن الجواب ده في الآخر ده عبارة عن طابع البسطة اللي بينقل السيفي لجوه فما ينفعش أخد من هنا وحطه عشان ما كررش لأ خد وكرر بس ما تعملهاش كلها ما تنقلهاش النحية التانية شيء من الأشياء اللي برضو يعني بشجع الولاد أنه هم يعني يعملوها أنه يحاول يوري أنه أين نجح قبل كده مش نجح في المدرسة أو في الجامعة هو نجح في إيه قدر يعمل إيه دخل في مصروع ما فنتيجة هذا المصروع كانت كده أو تعاوننا فيه كذا ويعني يوري له أن أنا مش بس أؤمن بأن أنا شاطر لأ أنا شاطر لأنه بحق نتائج فيما فيما أفعل فده من الأشياء الأساسية برضو اللي احنا بنحاول نشجع الشباب على أنه هو يوري هالنا في السيفي لو ما كانتش السيفي دقيقة وصادقة ومعبرة عن شخصية طالب الوظيفة ففرصه في هذه الوظيفة بتتضاقل وبسرعة شديدة هلو كده طيب النوع الثاني بقى من السيفي اللي احنا ما تكلمناش عليه اللي هو بيبقى اللي بيسموه بالانجليزي سكيل بيزد ايه هو السكيل بيزد انا عايز بقى بركز في السيفي على انا بعرف اعمل ايه انا بقى جيد الكتابة على الكمبيوتر بالكذا بعرف اشتغل على برنامج كذا بقدر اعمل كذا دي اي شغلة الشغلة نتا اللي بتتطلب موضوع سكيلز انه اي شغلة اي شغلة ما هياش رايحة للخلفية الاكاديمية يعني ابعدي بقى عن دكتور ومهندس وكذا اي حاجة مش محتاجة شغلة اكاديمية بتتكلم بتتكلم فيها دايما بنقول للولاد قولي انت هتعمل ايه ايه مهاراتك انت بتعرف انت عمحاسب كويس جدا بس انت بتعرف تشتغل على ان اي برامج من برامج المحاسبية اللي موجودة في السوق بتقدر تتعامل مع الكمبيوترز ازاي بتقدر يعني اللي هو بيعمل ايه في الشغلة فيشرح لي ما مدى مهارته في عمل هذه الشغلة وبالتالي يعني زي حضرتك كده لما حتيجي تقولي تكتبي في السيفي لو كتبتي في السيفي حضرتك هتقولي لي ان انا اجيد التحور يبقى يبقى ليه لان تلت تربع اللي انا طلبه من حضرتك في مكان حضرتك دلوقتي ان حضرتك يبقى عندك القدرة دي المهارة المطلوبة المهارة المطلوبة في هذه الوظيفة يعني في هذه الوظيفة فبنكتب المهارات اللي تؤهلنا للوظيفة اللي انا مقدم لها السيفي اللي من النوع ده ما تترميش في كل حتة دي لازم يبقى طلع على ويب سايت ولقى ان هم طلبين الوظيفة دي او جالوا الاعلان ان الوظيفة دي مطلوبة لكن ده مش دي نقطة مهمة جدا يا داكتور احط السيفي لأي شركة بالضبط فين واي نوع من انواع السيفيهات اه بالفين دي 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 يعني يعني الكونفنشن الاولانية العادية دي دي ممكن نبعتها للشركات اللي احنا بنتوسم ان يكون عندهم وظيفة لنا اما التانية دي فدي هي بتتعامل skill based بتتبعت اكتر لو كان في طلب وظيفة جاي على ال انا عارف انهم عايزين المهارة دي في الحتة في الحتة دي فانا باورد لهم ان انا بعرف اعملها ولو اعرف اكتبها فاربع تسطور يبقى كتر خيري طيب اه من الحاجات الاساسية اللي احنا دايما برضو كمان بنطلبها من الشباب ان هما يبتدوا يطلعوا على طبعا حاجاتك عارفة انا ما اعتقدش ان هو يعتبر اعلان لو جبنا سيرة فيسبوك او او كده فيه linkedin linkedin من الاماكن الجيدة جدا 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 بيلقوني الشركة عايزة الركروتر اللي هو زي linkedin بياخد فلوس فيبقى انا انا حصلت على نفسي فيه الشركة حصلت على نفسها فيه وكمان linkedin حصل على الفيل اللي بياخده مقابل الكونكشن دي او الوصلة دي احنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور يعني كلام مهم جدا لكل اللي بفكر ان يقدم على شغل ويعمل سيرة ذاتية دكتور حسين فرحات استاذ تطوير الموارد البشرية بجامعة الجامعة الامريكية بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا اهلا وسهلا شكرا جزيلا مشاهدينا كده خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة يارب دايما اشوفكم على الفقير